بالرغم من أننا أكبر البنوك الحائزة على الجوائز في المنطقة فإننا لم نكتفي بذلك تتهيأ السلطة الفلسطينية لمواجهة الأسوأ عند تشكيل حكومة جديدة مع نهاية الشهر الحالي في سياق المصالحة التي تم التواصل إليها الشهر الماضي مع حركة حمس رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياط أعلن في هذا الإطار أن حكومته بصدد اتخاذ إجراءات تقشفية لتخفيض العجل المتوقع للعام الحالي والمقدر بمليار ومئة مليون دولار الإجراءات التقشفية التي تنوي الحكومة اتخاذها تأتي في سياق مواصلة سياستها لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وتجنب التهديد الدائم لها بقطع المساعدات والذي غالبا ما تلجأ إليه إسرائيل عند أي تطور يعارض سياستها خصوصا وأن هذه السياسة نجحت في تخفيض المساعدات المالية من مليار وسبعمائة واربعة وستين مليون دولار خلال العام 2008 إلى سبعمائة واثنين واربعين مليونا في العام الماضي أي بما نسبته ثمانية وخمسون في المئة تشكيل الحكومة الجديدة تمهيدا لانتخابات تشرعية ورئاسية ومجلس وطني خلال إيار مايو المقبل قد ينعكس إجابة على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من عجز مالي دائم سببه عدم التزام المانحين بما عليهم من التزامات مالية تعهدوا بها للسلطة الفلسطينية إضافة إلى التهديد الإسرائيلي للسلطة بوقف التحويلات المالية المستحقة لها من الضرائب والتي تصل شهريا إلى أكثر من مائة مليون دولار ويشير فياض إلى أن استمرار الانقصام الفلسطيني وحسار قطاع غزة يؤدي إلى حرمان السلطة الفلسطينية من جزء مهم من إيرادات الخزينة العامة وبالتالي فأن مساهمة النشاط الاقتصادي في غزة في إجمالي الإيرادات العامة كان 28% خلال العام 2005 أما في العام الماضي فأنه وصل إلى 2% في حين أن السلطة تستمر في دفع 45% من موازنتها إلى غزة الحكومة الفلسطينية التي تسعى إلى توفير ما قيمته 350 مليون دولار بحيث لا يتجاوز العجز 750 مليون دولار قد تلجأ إلى إجراءات منها فرض التقاعد المبكر على موظفي القطاع العام الأمر الذي يعتبره نقيب العاملين بسام زكارينا موضوعا خطيرا لأن 80% من الموظفين المتوقع حالتهم على التقاعد لن يحصلوا سوى على 50% من راتبهم في حين أن 65% من هؤلاء ملتزمون بدفع قرود للبنوك نداء قبلان العبد سين بي سي عربية